موضوع تفتيت الدهون ده عشان الناس برضو مش وصل لها بعض المفاهيم تفتيت الدهون هو نحت القوام هو تفتيت الدهون الديناميكي هو ثلاث الأبعاد هو رباع الأبعاد تعبير كتير تعبيرات كتير بتتقال في الموضوع ده والهدف واحد هو ان احنا نوصل لأكبر شكل متناسق للجسم حاجة عن حاجة في اللي انا بقولها بيبقى فيها تعديل معين ممكن التعديل ده ما يبقاش كبير قوي لكن في الآخر هو العلم ايه؟ عاوز يوصل لأعلى نتيجة ممكنة بمعنى ظهر في الأول تفتيت الدهون عن طريق حاجة اسمها تيوميسن او حقن محلول ملحي جميل جدا وناجح جدا ونغيب الوقت بنعمله كتير قوي بعد كده ظهر حاجة اسمها تفتيت الدهون بالليزر حلو برضو وساعد أكتر بشكل معين للجلد ان يبقى بيشد بشكل أحسن بعد تفتيت الدهون ظهر بعد وتقنية الفيزر وتقنية الفيزر دي ساعدت برضو الجلد ان يشد بشكل أحسن ساعدتنا ان احنا نتخلص من الدهون بشكل أفضل لكن نهاية الكلام ده كله هو ان احنا عاوزين ننحط الجسم ننحط القوام نخليه متناصب فأي تعبير نسمع عنه لتفتيت الدهون وسحبها لبرة يبقى هو تعبير لعلاج السمنة الموضعية فقط في أجهزة خارجية دي بتكون أقل في الكفاءة لكن أنا كلامي النهاردة عن تفتيت الدهون وسحبها تطلع لبرة ونقدر نشوفها بعينينا تقنيات كتير قوي استحدثت لكن في النهاية الهدف واحد كلها بتفرق عن بعضيها بعض الحاجات لكن في النهاية كلهم كويسين وكلهم بيعملوا طفرة كبيرة جدا في شكل المريض نرجع بقى الحاجة مهمة تانية وإحنا كنا بنقول عليها وهي موضوع استخلاص الدهون وحقناها مرة تانية هنا لازم نبقى فاهمين حاجة يا جماعة أنا قلتها في النص الأولاني بالحلقة وأحب بعيدها تاني إن أنا لما أخد الخلايا الدهنية عشان أحقنها تاني يبقى لازم أحافظ عليها يبقى مش هينفعة فتتها زي ما عملت في التقنية الأولانية بتاعت حقن اللي هي نحت القوام أنا هنا عاوز أحقن الدهون تاني وهي عشان خلايا دهنية حية أنا لازم أحافظ عليها فبالتالي أنا هستخلصها علشان أحافظ عليها برة زي الجنين الصغير كده طيب تحافظ عليه عشان ترجع تاني تحقنه وهنا حيمر الدهون بعد ما نستخلصها ببعض المراحل خلينا معانا فيديو الأول يوضح لنا الفرق ما بين لما فتتنا الدهون عشان مش عايزنا وإحنا عاوزين نحافظ عليها حيبقى معانا الفيديو يورين أهو دخلنا بالجهاز شايف إزاي فاكرين يا جماعة أيام حرف 6 أكتوبر لما كنا عاوزين يفتتوا صور خط برليف كانوا بيدخوا مية هنا شوف إزاي عدين بيدخ مية هتلاقوا إن الخلاية الدهونية قعدة بتتخلخل كده عارف إزاي فاكده كده كده بتتهز وتتحرك من أماكنها بدون ما دمرها أهو شوف إزاي وبتخش جوه بص إزاي خلية وراء التانية خلاية خلاية كلها زي ما هي ما سيحناش الدهون ما فتتناهاش فبالتاني أنا هخدها بره أهو طبعا المكان بيساعدوا الكلام ده أهو معانا تاني يا سلام مخرجنا جميل بقى أهو أهو دخلنا تاني زي صور خط وريب بالظل زي ما كنت بقول لكم بندخ مية بقوة مجازا بقول مية طبعا إن هي إيه في الآخر بتخلخل الدهون بتفك من مكانها فبتبتدي تخش جوه الجهاز وهي متحافظ عليها بدون ما يحصل لها تفتيت فبالتالي لما خدناها استفدنا في الآخر إن حجم المنطقة حيقل والدهون بقت طلع معانا سليمة الخلايا الدهنية سليمة فبالتالي الموضوع إيه كده لما أنا خدت الخلايا الدهونية السليمة بقت طبعا أنا لازم أحافظ عليها بره عشان برده بيروج لبعض الحاجات اللي مش صحيحة إن إحنا هناخد الدهون دي وهنحفظها لكم فترة ونحطها في التلاجة عشان أستخدمها لكم بقى في أيام تانية الكلام ده يا جماعة مش صحيح ومش مسبط برده علمية وكله بيتقال في أبحاث لكن الحاجة الأكيدة إن إنت لما تاخد حاجة حية بره الجسم ومش هتحفظها بإسلوب علمي مية في المية مش مجرد تلاجة يعني فبالتالي إنت كده لما تحقنها مرة تانية الكلام ده غير مسبط إيه اللي هيحصل بعد كده وهل الخلايا الدهونية دي هتعيش قد إيه وهل قد إيمت منها وإنت بتحقنه فبالتالي لما إحنا بنستخلص الدهون إحنا يهمينا جدا إن إحنا نسارع بحقنها تاني زي ما إحنا دايما كنا بنقول إيه مثلا لقدر الله واحد محروق مثلا كنا بناخد رؤعة جلدية مما كان في جسمه سليم عشان نحطها في المكان المحروق برضو كان ناس بتقول ساعتها إن إحنا ناخد الرؤعة الجلدية كتير ونحفظ عليها في التلاجة وبعد كده نحطها برضو الكلام ده أثبت فشل زريعة فبالتالي يا جماعة رجاءا لو أي حد بيخضع لموضوعه دي رسالة مهمة جدا هيخضع لموضوعه حقن الدهون ياريت يبقى في نفس الإجراء ما يتقلوش إن إحنا هناخدها ونحن قالك بعد كده تاني عشان الكلام ده في الآخر مش مدروس ومش معمول عليها بحيث قدية هيعيش من الخلايا الدهونية دي بعد حقنها بعد ما تسبت فترة كبيرة برا الجسم وقدية هيعيش وقدية أصلا مات منها وهي أساسا برا فبالتالي بلاش الموضوع ده طيب قبل ما أخش وأكمل كلامي بحيث ندون معنا تليش